اشتركوا في القناة سابغاً وغطى ظهور القدمين ولو كان من أم سلمة فهي متعلمة تعلمته من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدرع سابغاً وأن يغطي ظهور القدمين وهذا شرط لأن ظهور القدمين من المرأة عورة وظهور العورة تبطل به الصلاة لذلك قول الجمهور المالكية والشفائية والحناة بلا خلافة للأحناف أنه لو ظهرت ظهور القدمين تبطل صلاتها خلافاً للأحناف فإن قلنا بهذا إذن يجب عليها أن تلبس الدرع سابغاً وهي لباس الصلاة سابغاً فلا يظهر من الرجل من شيء أو تلبس الجوربين حتى لا تظهر الرجل ولا يظهر ظهور القدمين على قول جمهير أهل العلم إذن الخلاص في ذلك يجب على المرأة أن تلبس الجوربين حتى تصح صلاتها ما لبست وظهرت ظهور القدمين وهي واقفة الصلاة باطلة لأن هذا عورة وظهور العورة في الصلاة يبطلها إذ شرط الصلاة ستر العورة إن الله لا يقبل صلاة حائد إلا بخمار ويكونوا سابغاً والله تعالى أعلى وأعلى آه 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 شكرا